البناء الضوئي تعد عملية البناء الضوئي من أهم العمليات الحيوية التي تتم على سطح الكرة الأرضية سواء بالنسبة للإنسان والكثير من الحيوانات أو بالنسبة لنظام البيئي فهل تعلم لماذا وأين وكيف تتم هذه العملية؟ هيا نقترب أكثر من هذا النبات لنرى ماذا يحدث داخله ينتقل الماء والأملاح المعدنية الموجودة في التربة عبر جذور النبات لتنقل إلى باقي أجزاء النبات إلى أن تصل إلى ورقة النبات والتي تعتبر المصنع الذي سيتم فيه عملية البناء الضوئي حيث تقوم أوراق النبات بامتصاص أكبر كمية من الضوء المعرض له وذلك بفضل الشكل الخارجي لها وبالدخول أكثر إلى تركيب الورقة نجدها تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسية وهي البشرتان العليا والسفلة وتتكون كل منهما من طبقة شمعية خالية من البلاستيدات الخضراء تحمي الورقة من فقدان الماء وتكون البشرة العليا أسمك من البشرة السفلة النسيج المتوسط ويتكون من جزئين الأول هو الطبقة العمادية وهي صف واحد من الخلايا العمودية على البشرة العليا وغنية بالبلاستيدات الخضراء التي تحوي مادة الكلوروفيل وهي ما تكسب النباتة لونه الأخضر أما الجزء الثاني فهو الطبقة الإسفنجية والتي تتكون من خلايا غير منطظمة الشكل يفصل بينها مسافات بينية متسعة وتحتوي على بلاستيدات خضراء لكن أقل منها في النسيج العمادي النسيج الوعائي وهو نسيج يتكون من حزم وعائية تمتد داخل العروق وتتميز إلى الخشب واللحاء حيث يتم من خلال الخشب نقل الماء والأملاح المعدنية أما اللحاء فهو المسؤول عن نقل المواد العبوية المتكونة والآن كيف تحدث عملية البناء الضوئي؟ يمتص النبات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال الثغور الموجودة في البشرة السفلى للورقة فكل ثغر مزود بخليتين حارستين تتحكمان في فتحه وغلقه لدخول وخروج الغازات بعدها ينتقل ثاني أكسيد الكربون مع الماء إلى أن يصل إلى البلاستيدات الخضراء حيث مادة الكولوروفيل والتي تقوم بامتصاص المواد داخلها ليتم التفاعل ومع حصول النبات على الضوء وهو الطاقة اللازمة لإتمام التفاعل بمساعدة نفس المادة نكون قد حصلنا على المواد الأولية اللازمة للتفاعل وهي الماء ثاني أكسيد الكربون والضوء لينتج الجولوكوز والأكسوجين حيث يتم نقل الجولوكوز وهو الغذاء اللازم لنمو النبات إلى باقي أجزاء النبات عبر اللحاء أما الأكسوجين فيخرج إلى النظام البيئي من خلال الثغور الموجودة في الطبقة السفلى للورقة وبهذا يكون النبات قد حصل على غذائه بنفسه ومن ثم تغذية الإنسان والكثير من الحيوانات عليه هذا بالإضافة إلى الأكسوجين الذي انطلق للهواء الجوي وساعد على التوازن البيئي ترجمة نانسي قنقر